أخذ بس تعليق من جيمي على موقف النادي الأهلي وبعد كده نبدأ فقرتنا وتحليل مواجهة اليوم فضل يا جيمي أخي مواحد قبل ما تعلم بانت أنا ما عرفش أن أهلي طالب أياه وقبل ما ندخل أنا لسه بسألك أوف إير بقول لك اتكلمت على حسين على الموقف بتاع حسين أنا بعيتني مكالمة بمصدر داخل النادي الأهلي وتكلمنا في الموضوع في عجالة يعني وقال لي أنه آه تم استفزاز حسين الشحات لكن إحنا النادي الأهلي حسين الشحات سيتم معاقبة وأنا ما عرفش والله أن الأهلي طلع بيان حسين الشحات سيتم معاقبته رغم أنه قدم اعتذار للشيبي وخليني أقول لك أنه الموضوع أثار استياء كابتن محمود الخطيب شخصيا واللي وقع العقوبة كابتن سارة عبد الحفيز قبل حتى مع الموضوع رغم أنه كابتن محمود الخطيب تواصل معاهم والده حسين الشحات من قبلها بادر بالاعتذار كابتن رفزة ملعب أين كان الشيبي تصرف إزاي حسين عمل التصرف أنا شايفه خارج إطار الطبيعي اللي المفروض يحصل في ملاعب الكورة مش بس جوه النادي الأهلي أو حسين حسين أخطأ خطأ كبير مش صغير حسين ما بقاش لعيب صغير لا سنن وإحنا لما نتكلم عليه فنان ولا قاقيمة داخل النادي الأهلي عشان يعمل التصرف زي ده النادي الأهلي مش صغير عشان العيب جواه يعمل التصرف ده أحسن بقى حسين دي الأخطاء أحسن حسين بأنه قدم اعتذاره سريعا قبل ما يبقى فيه على العقوبة أو غرامة أو توجيه بأنه روح يعتذر بعدها كان قرار مهم وطبيعي من النادي الأهلي إرساءا لحاجات كتير جدا 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 النادي الأهلي بيعملها على الدوام تاريخه بيقول كده الوقاع الكتير بتقول كده واللي عمله النادي الأهلي أنا مش مستقرابه خالص ولا كنت عارف حتى اللي انت دلوقتي فاجئتني بالعلانه النادي الأهلي لكن تصرف طبيعي جدا جدا من النادي الأهلي يشكر عليه لأنه الصورة بتاعة النادي الأهلي دايما ما فيهاش كده فأنت كان لازم تطلع تصلح الصورة دي سريعا وتقول أنه حتى اللعب بتاعي لما أخطأ وشفت أنه أخطأ أنا أول حد رحت وعاكبته قبل ما قيب فيه جهة نتعامل